هنأ سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حصول مملكة البحرين على الميدالية الفضية في منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 عبر العداء كالكيدان جيزهيدني في سباق عشرة ألاف متر عدو للسيدات مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز يجسد الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مبينا سموه أن دعم واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الأولمبي المشرف وتأكيد مكانة الرياضة البحرينية في المحفل الأولمبي الكبير وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود البارزة والإمكانيات العالية التي قدمتها العداء كالكيدان جيزهيجني وحرصها على تقديم أفضل المستويات والتي سهمت بحصولها على الميدالية الفضية رغم المنافسة القوية التي شهدها السباق اشتركوا في القناة